اهلا بحضراتكم بعد الفاصل انا قلت لحضراتكم من البداية انها حلقة استثنائية حلقة استثنائية لان معانا شخصية قيمة وقامة للرياضة المصرية كمحافظ وكسياسي وكرئيس وزراء الشباب ورياضة العرب وزراء المكتب التنفيذي بتاع افريقيا دي اللي بفرح بيه هو الدكتور بدل الوزير طبعا ربنا يدي لك الصحة والعافية ورئيس المجلس الاعلى للشباب ورياضة وهو اللي كان بيديره الكرة المصرية وانا كان ليا الشرف ان انا كنت موجود معاه ضمن الناس اللي موجودة معاه في المكتب فشفت كل الكلام ده اللي الدكتور كان بيحكي عليه ده انا شفته بعناية وازاي كان بيدير وازاي شخصيته كانت قوية جدا وهو مش عاوز يركز حتى انما بقولك هو شخصيته كانت قوية جدا وبيخلي الناس غزبا عنها تحترمه لان شخصيته هي كده دكتور احنا النهاردة لما قلنا حلقة استثنائية كلام الاولان اللي احنا قلناها كنا لازم نقوله عشان حتى نقول للشراء المصري ان احنا موجودين معاكو في المناخ بالوقت بحتك كده لكن انا عاوز ابدأ بقى معاك الحلقة بتاعتنا بالاسلوب بتاعنا اللي احنا ماشيين به لما اجاولي الدكتور عبدالله معاها انا عاوز ابدأ معاك الحلقة هبدأها منين؟ هبدأها من اسماعليا وانت صغير قلت في المدرسة شاطر وكان الوالد والوالدة بيسيبوك تنزل تلعب انت اولا انت منين بالزبط يا دكتور؟ انا اسماعلاوي اسماعلاوي مواليد اسماعليا طب مواليد اسماعليا نزلت لعبت كرة في الشارع وانت صغير؟ طفا احنا كنا انا يعني اسأل بس على بوجيش مش اسأل ما انا عارف لا لا يعني كنا منلعب كرة بعد تنس الكويتش دي اه تبقى اعمل بيها حاجات عجب يعني لا كنت على طول منلعب في الشارع بطول نزلت تلعب في الشارع وانت سنك كم سنة؟ شوف يا مصطفى انا احكي لك حاجات محواءة يعني في السكة كده لا انا لازم تحكي لا انا بقولك يعني انا امي ماتت وانا عندي سبع سنين الله يرحمه يا سنين طبعا كنت انا عندي سبع سنين يعني حاسسها وانا كنت اخر لعنقود طبعا كنت تدلوعة وبتاعها كنت شكل حلو شوية زيتها ساعتها بش دلوقتي يعني فالمهم كان فيه يعني لازلت غد الوقتي طبعا كنت لما يجي عيد الام كنت اعود عاية شوية لان طبعا صارت فيه جانب طبعا 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 وحطت صارتها جانبي في الكومدين الله يرحمه يا سنين اللي حصل ان اخواتي اخوات كبير قال ابويا لازم تبني جوزك لازم تبني جوزك انا ما انتعاش باش هناك ده كان في الصلحك ولا مش في الصلحك لا انا انا هكيلك بقى اللي خصة انا ما قولها عشان حتة دي بس اه فانا طبعا يعني معيل بقى مش معيل بس مش متقبل حد غير الام اه طبعا لا ما انا بقولك اللي حصل بقى ايه بقى اه انها جات واحدة كأنها امي سبحان الله يا عمري ما اسمع وقرأ مرات اب عملت اللي عملته معايا يا سبحان الله حتى كان لها تعبير تقوله تلاقيته فيه على طول يعني منها يجعل في وشك جوهرة ولسانك سكرة يا سلام وده اللي انا فيه الكاريزمة دي بتاع الوشي وابا غلطش في حد والحاجات دي بقى الحمد لله فطبعا دي عوضتني يعني خليت بقى العودة ان الام مش موجودة انما طبعا ماغي ما بتروحش مني طبعا الوالد كان بيسيبك تنزل تلعب كرة في الشارع؟ قاعدة اصبعانه بس هو بقى منعني ألعب كرة منعك قال لي مش هتلعب كرة وانت في الشارع وانا في الاسماعيلي طلبوني بقى خلقت صغير بقى لا انا بتكلم وانت صغير لسا ما انا بقولك في اسماعيلي طلبني مسلا عشر سنية بقى نلعب عشر سنية اتنشر سنة بتاع لا انا كنت بلعب يا مصطفى في كل احياء الاسماعيلية اخدوني اروح لعب معاهم اه عشان اكسبهم فانا كانت بلعب تلعب كرة اه فانا يا اسماعي طب كنت بتنزل ازاي بقى وانت بتلعب كرة الكوتش بتاعنا باتة ده فكره ايو بتاع تسعة وتسعين قرش ده واتقطع وبتاع ونلعب بيه برضو اه ده كنا حاجات نعملها غريبة يعني حتى روحت الدكتور اللي بتاع العظم مرة قال لي بقولك انا عارف تو اسماعيلي انت منو بتعملو بالصابع كده وفي كرة تلعبو بالصابع كنت شاطر في المدرسة يا دكتور اه برضو في موقف ليه في المدرسة انا انا يعني لغت رابعة ابتدائي كان ابتدائية سميها المدرسة اه البتدائية كنت داخل صغير فسقت وانت في رابعة اللي هي سنة اللي تخش على اولى سنوية ايو ايو لا بالبتدائية بتخش على اعدادي لا مكانش في امين اعدادي قش في اعدادي وانا كان عندنا حطي ضيقا جسمها التوجيهة رابعة سنوية ايو ايو توجيه كان زي السنوية العامة ايو ايو فالمهم ابوي اللي تعيد السنة بيابوي مادة وابا تعيد السنة كلها اه ايبت السنة فرقت معايا طبعا واند عملتها ببنتي بقى داليا مهندسة داليا برضو داليا مدخلناها للمدرسة الرهيبات في اسم عليها سان فانسا دي بول واخد بالك مستقت بقى ولا حاجة كان نقصة على القبول وكان بياخد سنين كانت هي خمسة إلى شهرين بتاع نزلدها نيرسل بقى اه وبعدين انا كمحافظة قدر ديها استثناء لها وغيرها مرضيتش لا الرهيبة جات للبكتب اه جات لها سيادة المحافظ سبها تأيدي السنة ضيعت على العمراز انا بس يا البيت جينيس يعني ماشو الله دي فادتها بقى زي ما الدانية فادتني دانية فادتني ومشيت بقى في التعليم بقى القصص بقى تانية نحكي فيها لو عايز يعني ما لازم نحكي طبعا طب انت وانت بتلعب في الشارع انت بتقول لي بتقول الاسماعلي كلموك مين المدربين في الوقت ده اللي كلموك وعشان ترحنا في الاسماعلي لا اللي كلمني مرتدى فندي منصور مرتدى مرسي اللي هو كان سكرتير العام النادي وهو العامل النادي اه نعم النادي الاسماعيل هو الراجل الله الحب ده سنة كم ده دكتور والخمسينات مثلا في اه اعتقد خمسينات حاجة جدا اه في اخر خمسينات مثلا اه قالك ايه لا قال لي تعال روح تعال روح الاسماعيلي تعال روح يلعب اه فنزلت بقى عملت شوية بتوعي بقى زي اللي عملتون من دعب الرحمن الفوزي ايوه لما روحت الجامعة كلية الأداف برضو وعمنا التمنيات قلت عام بقى الحاجات اللي بنعملها دي والوقفة طيب لما قالك بقى عملت الشوية دول خلاص عايزي قايدني بقى وكل الوالد عرف بقى أنا روحت له قال لي لا ليه كان بيكره رياضة لا هو هو رجل تعليم عايزني اتحلم اه مشكلته ان انا لازم اتعلم وهو كان يجب لي الشيخ كل جمعة في البيت يصلي بينا ويقري القرآن قصي وحفظني القرآن اه كان عايزنا روح الاظهر كمان ابوك كان عايزنا روح الاظهر وان هقوله بقى الشيخ بالكراع بالميلة خالد بيه فالمهم ان ما حصلش وما ما 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 بقيت ألعب بقى في الشوارع في اسماعيلية اجي قاهرة مين بقى من جيلك اللي هما ظهروا بقى من نبون كبيرة كان الرضا وشيحة كل دول كنت بنعم مع بعض كان اه معاك في الشارع كل معنا دول لا مش في الشارع من الحي من الحي أنا عم في اسماعيلية بقى الصغيرة انما كنت بتلعبو الشارع ضد شارع اه لا احنا عندنا مثلا احياء حي عرشية زي حي زفرانجة حي كذا كذا فأنا بقى حيات تطلبني أروح ألعب مين فرقيتك كانت ساعتها يا دكتور كان لأ أهم كان يعني مثلا في حي اسمه الشهداء مثلا آه معروف شعبي جدا يعني بس أهم وأنا كنت بخش معه كان بيجيبوا فرقة بقى كان يجيبوا مثلا جيبوا حي التاني بتاع الفرنجي يجيبوا حي بتاع رضا يجيبوا ايه الكلام دا كل طيب انت فاكر آخر مرة لعبت فيها كرة وقلت لأ ده أنا لازم أروح ألعب بقى في نادي وأنا لأنه لأنا أقل عن اللاعبين اللي موجودين معايا مانا مصطفى أنا حندي قناعة إن أنا أرجل مهوب في الكرة مش لعيب يعني وبس أنا فاهم أنا فاهم لأ يعني كان قناعتي كده جوايا وما زعلتش إن اللي ملودي قالك بشي تلعب كرة بحو برضو أصل يعني أنا أنت صغيرة مصطفى 12 سنة 11 سنة ما دماغك قاوي ما كانش زيكم بقى أهمكم الشهرة لا وإحنا ما كناش بنقاوح كمان مع أهلينا زمان لكن كنت بلعب في الشارع وكل حاجة وإخواتي كان بلعبوا معايا الكبار لكن أنا ما جيت جامعة القاهرة بقى أنا كنت بداية تبان بقى في كرة طايرة معنى دي خلينا سنة سنة إنت سبت الإسماعيلية وإنت سنة كم سنة ولا فضلت فيها لا لأ أنت العمي فيها لغات مراحة الجامعة طيب إنت في سنوي إنت كنت تلعب في المدرسة إنت شاف ليه الرياضة انقرضت من المدارس إليه كانت أساس الرياضة في مصر هقول لك يا مصطفى أنا مدرستي كان فيها صالة كبيرة كان فيها ملعب كرة كان فيها مصرح كبير جدا شيك جدا تبخش مع فورة الموسيقى فيها تخش كذا تلعب كرة أنا حتى ظهرت في الكرة الطايرة في المدرسة هنا يعني كنت كرة مشهور قوي بس قلت ألعب كمان كرة طايرة جنبا دخلت كرة طايرة بقيت مشهور بقيت ألعب منتخب القناة كله تلعب كرة طايرة بيقيدك ولا برجلك بقى؟ بنا بنعمل كده وكده فالمهم ان احنا يعني خلاص الكرة راحت بقى من نماغي لغاية وانا ما جيت سانوي بقى من الصفى أنا مش تركبت علمي ولا رياضة والحاجات دي إنما كنت شاطر في المدرسة ولا نص ونص لا 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 شاطر